القرآن بيحكي عن زي القرنين في صورة الكهف ويصفه بأنه رحاله جواب أفاق رحل إلى أقصى الغرب وإلى أقصى الشرق وإلى أقصى الشمال وفي الخراية العربية الأديمة اللي رسمها الجغرافيين المسلمين القدامى أمثال الشريف الإدريسي والقزويني وابن حوقل والمستوفي نجد أنهم حددوا على هذه الخرائط مكان يأجوج ومأجوج في أقصى الشمال في المناطق شمال سيبيريا بعض هذه الخرائط عمرها ألف سنة ونجد هذه الخرائط في أطلس تاريخ الإسلام لمؤرخنا العظيم الدكتور حسين مؤنس وزو القرنين في القرآن معجزته هي هذا الارتحال بأسباب ووسائل خارقة وبتمكين إلهي في أزمنه لم تكن فيها مواصلات ولا وسائل معروفة لقطع هذه المسافات الشاسعة ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا وهذا المدد من الأسباب الخارقة هو معجزة زي القرنين اللي ربنا خصه بها وأنا دايما لما بأرأ الآيات اللي حكت عن هذه الرحلة دايما أتوقف عند آية أتمع عنها طويلا الآية اللي بتقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا الستر اللي هي بيننا وبين الشمس هو الليل ليجي ستر الليل ينزل فتحتاج بالشمس لكن الآية بتتكلم على منطقة بيقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها اللي هو زي القرنين تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم يعني ده شيء في طبيعة المنطقة إن الشمس لا يكون لها ستر يعني تظل مشرقة هكذا جعلناها يعني ده أمر في طبيعة المنطقة كما أرادها الله فهل هذه إشارة إلى أقصى الشمال حيث تظل الشمس مشرقة طول الليل ولا تغرب وبالتالي ليس للناس من دونها ستر وهو ده المكان الوحيد على الخريطة اللي الشمس فيها بحكم طبيعة الموقع لا يكون لها ستر فهل هذا هو السبب اللي جعل الجغرافيين المسلمين القدامى يحطوا مكان يأجوج ومأجوج في هذه المنطقة في أقصى الشمال ويحددوا هذا المكان الافتراضي في رسومهم وكلهم عملوا كده مش بس خريطة واحدة والسؤال الثاني ليه سماها القرآن مطلع الشمسي ليه مقلش مشرق الشمس مع أن في الآية الأولى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة فكان المتوقع أنه حيقول في الآية التانية حتى إذا بلغ مشرق الشمس يعني تبقى مشرق قدام مغرب لأنه قال قبل كده حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة لكن للمرة دي مقلش مشرق المطلع ليه لأن المشهدية مختلفة لأن هنا شمس مستمرة لا تغرب فيخيل للناظر أن ده مطلعها مطلعها الذي هو مطلعها مش حكاية بتشرب وتغرب لا ده بيشوفها قدامه سابتة كده ما فيش فيتهيألوا أن ده المطلع بتاع الشمس إيه اللي بتطلع منه فعشان كده أطلق كلمة مطلع وده يؤيد الفهم العلمي أن نزول قرنين في هذه اللحظة كان قدام الشمس القطبية اللي هي شمس منتصف الليل التي ليس بينها وبين الناس ستر لأن ما فيش ليل هي مجرد ملاحظة لكن إذا لم نأخذ بهذا التفسير حيظل هناك سؤال ليه جميع الجغرافيين العرب حددوا موطن يأجوج ومأجوج في المنطقة القطبية في أقصى الشمال وعرفوا منين أن المكان يأجوج ومأجوج في أقصى الشمال والآيات على ما هي عليه مبهمة وغير محددة المعنى هو رأي أستريح إليه كلما شاهدت هذا الفيلم ورأيت الشمس ولا ستر طبيعي منها وبين الناس فالليل ما عاد يسطرها وأقول لنفسي يعني ربما في مكان ما قريب من هذه الشمس التي لا تغرب ربما في مكان ما قريب يأجوج ومأجوج في كهفهم أو المخبة اللي هم فيه وأذكر بالمناسبة الكلام الكتير اللي تقال عن الأرض المجوافة هولو إيرس والكتب اللي كتبت كتير عن الأرض المجوافة وإنها الأرض من جوة مجوافة ومفتوحة من ناحيتين من ناحية القطبين وإن هي مسكونة وإن هي مضاءة من جوة بالصخور المشاعة وبعدين شهادة الطيار اللي تاه في السكة وشاف إن فيه ناس طالعين أقزام من عند القطب الشمالي من فتحة في القطب الشمالي وشهادة رحال آخرين إلا حكم إنهم شافوا سيقان أشجار استوائية ونباتات وورود استوائية أنواع من الظهور الاستوائية عيمة في المية في منطقة القطب الشمالي طب إزاي ده إحنا في القطب الشمالي إيه اللي جاب أشجار المنطقة الاستوائية إلا أن تكون طلع من جوف الأرض اللي هي ممكن يكون فيها ناس وفيها نباتات وفيها حياة بحلها فهل يكون يأجوج مأجوج هم سكان الجوف محدش عارف وآيات يأجوج ومأجوج هي من أسرار القرآن اللي اختلف فيه المفسرين وأغلب ما كتب في الكتب والتفسيرات القديمة هي إسرائيليات ولا يمكن يعني الارتكان عليها وغير معلوم هل يعني يأجوج مأجوج دي سلالة بشرية أو ضرب من الخلائق لهم أصول مختلفة وطبعا التنوع في المملكة الحيوانية تنوع رهيب اللي بيشوف حلقات العلم والإيمان والأفلام اللي بيجيبها واضح أن فيه تنوع عجيب وفظيع ومزهل في المملكة الحيوانية لدرجة أن الواحد يقول ما خاف يا كان أعظم ما يستعجبش لو كان فيه صنف شكله ومش عارب إيه زي ما بيحكي الناس كل شيء جايز وأيضا السؤال التاني يترى المدلول الآيات في حكاية يأجوج ومأجوج هل مدلول الآيات رمزي ولا حرفي ولماذا نصت الآيات على على أن زو القرنين جلب الحديد والنحاس ومش بس كده نصت الآيات على صهر الحديد وصهر النحاس عشان يعمل سد طب ما عندنا أكبر سد في العالم لو السد العالي معمول كله من شوية دبش وخلاص عبارة عن سد لكامي ما عمره ما حد شاف سد في كتل نحاس وكتل حديد فده ينفي تفسير البعض بأن حكاية السد بتاعي يأجوج ومأجوج هو سد بيقوم علشان الحفاظ على الناس من الفيضانات المتكررة بعضهم قالوا يأجوج ومأجوج من الموج لا مش صحيح لأن طبعا السدود اللي هي بتتعمل عشان الفيضانات ما بيجبوش فيها كتل حديد كتل حديد لأو يصهر وكما يصهر الحديد والنحاس الغاز هي كثيرة بلا حل وأصدق الكلام إن نحن نقول أن هذه الآيات تأويلها حدوثها لكن بقى الفضول دايما بيأخذ الناس يعرفوا إيه حكاية علامة الإيامة وإيه اللي هيحصل بالزبط لكن أفضل من ذلك أن نستعد لهذا اليوم بالأعمال الصالحة وهذا هو كلام العارفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر